اهلا بكم انا يوسف نوفل ونحن نتحدث عن الوائل والدووائل دعونا نبدأ مثال بسيط بالفورلوك ونحاوله الوائل والدووائل اول حاجة انا عملت فورلوك من i equal zero لجاية اظهر من اربعة اللوك هتشتغل اربع مرات من zero لغاية ثلاثة وكل مرة هيتبع قيمة الوائل ازاي نخلي الكلام ده يبقى مكتوب بالوائل اول حاجة تكتب وائل وبينقصين الشرط الشرط انا سميت variable اسمه برعي وقلت ان ده هيفضل شغال طول ما برعي اظهر من اربعة طيب وفتحت تيرلي براكت وقفلته في الاخير وبين تيرلي براكت في البادي بتاعي بس خد بالك ان ال variable اسمه برعي ده لازم تكون اصلا معرفه فوق لان في الوائل مفيش مكان زي الفورلوك اقدر اعرف ال variable فانا عرفت فوق انت برعي واديت له بداية من الصفر عشان يبقى صفر واحد اثنين ثلاثة كل الارقام ده يبقى اللوب شغاله والستيب برضه في الوائل لازم انت تكتبها جواها في اخر سطر خالص فتقول ان برعي بيساوي برعي بلاس وان فانا كل مرة بزود ال variable بواحد فهيبقى 0 1 2 3 وفور مش عينفع يشتغل لان ساعتها ال variable هيكون بيتاوي اربعة مش اصغر من اربعة اخذ بالك ان بعد ما البرعي بيوصل الى اربعة اذا عملت سي اوت لقيمة برعي هتطلعني كام اربعة اللي انا لسا وصل لها اللي هي اساسا خرجتني من ال while فبالتالي محتاج تاني قبل ما ابتدي ال do while قد للك البرعي قيمة الابتدائية بتاعتي اللي هي انا عايزها تكون صفر واخد بالك do while بتكتب اتبائي بابتدي do وافتح curly bracket وبالاخر curly bracket وبعدها اكتب ال while والشرط بتاعي وبعدين ما تنساش سمي كولومي في الاول في ال while ما كانش فيه سمي كولومي لو كنت عمل سمي كولومي بغلط وزي بالزبط ال while اللي انا كلمنا عليها في الاول الشرط بتاعي براي ازهر من اربعة فهيفضل 0123 و ال step لازم انت برده تكتبها بايدك تقول برعي يساوي برعي plus 1 في اخر سطر قبل ما تفرج من ال while من ال do while فلو بصينا على الكود بتاعي اللي انا كتبه عندي منكون من for و بعدين while و بعدين do while والثلاثة هيشتغل اربع مرات من صفر لغير ثلاثة فاول مرة for loop طبعة 0123 زي ما عادي ما احنا عارفين بعد كده طبعت خط منزل في سطر دخلت على ال while وديت الشرط بتاعي ان برعي ازهر من اربعة و كنت فوق معرب ان برعي يساوي صفر و كل مرة بينزل يطبع برعي قيمة برعي فطبع اول مرة بصفر و بعدين زود عليها واحد و بعدين رجع ثاني لل loop و يسأل هل برعي اللي هي فيها صفر زائد واحد اللي هي بقت واحد يعني هل واحد ازهر من اربعة ايوة فينزل يصبع ال واحد و بعدين يزود على ال واحد واحد فبقت اثنين يرجع ثاني لل loop و يسأل هل اثنين اصغر من اربعة ايوة فيطبعها و بعد كده يزود عليها بقت ثلاثة و يرجع ثاني يسأل هل ثلاثة اصغر من اربعة بعدين خرجت على طول برعي بعدين خرجت على طول برعي فطلعت بربعه كما اتكلمين فمضطر عشان ادخل على ال do while اصفرها ثاني ارجعها ثاني للبداية عشان انا دايما عايز اشتغل من صفر للثلاثة و بعد كده ادخل اول حاجه في ال do بنكتب do و بعدين طلعت على طول القيمة اللي هي صفر وبعد كده زودت واحد و اعملت تشيك هل واحد اصغر من اربعة ايوة فطلعته وبعد كده زودت عليه واحد بقى اثنين هل اثنين عند الاسأل هل اثنين اصغر من اربعة ايوة فطلعت اتبعها و بعد كده ازود عليها واحد بقى ثلاثة اسأل هل الثلاثة اصغر من اربعة ايوة و بعد كده اتبعها و ارجع ازود بقى اربعة هل الاربعة اصغر من اربعة لا ساعتها يخضر و لا تنساش زي ما انتفقنا سمي كولوم في اخر ال while دعونا نوضح الفرق الوحيد بين ال while وال do while فانو ابتديت ان برعي قيمة برعي بعشرة مش بصفر في الحالتين في ال while قبل ال while و قبل ال do while فأول مرة هينزل يسأل في ال while هل البرعي اصغر من اربعة ايوة هل عشرة اصغر من اربعة لا فما يدخلش اصلا في ال while بالنسبة لل do while ينزل اول حاجة بيقول لك do do يعني افعل فساعتها برعي مش هشيك عليها داخل ال do while فبالتالي هدخل على طول اطبع قيمة لجواها اللي هي عشرة وبعد كده زود عليها واحد بقت حداشر وبعد كده اسأل هل حداشر اصغر من اربعة لا فيخرج من ال while من ال do while فساعتها نعرف ان ال while لا يمكن تعمل لو كان الشرط مش متحقق ولكن do while سيطبع مرة واحدة لانه في اولها ما بيفقلش فهي اطبع على عشرة و بعد كده يزود عليها واحد و بعد كده يسأل فيكتشف ان هو مفروض بكنش يشتغل فيخرج برده فعلى الاقل هيشتغل مرة واحدة شكرا